ارتفع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة بمدينة الموصل شمال العراق إلى 85 قتيلا وأشارت وزارة الداخلية العراقية إلى أنه تم إنقاذ 55 شخصا بينهم 19 طفلا ووفقا لتحقيقات الأولية فإن الحمولة الزائدة كانت السبب في غرق العبارة فيما أمر رئيس وزراء العراق عدل عبد المهدي بفتح تحقيق فوريا في الحادث